بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزائي المشاهدين الكرام أينما كنتم طبعا بين فترة وفترة أنا أعمل جلسة مفتوحة بيني وبين الجمهور الكريم اللي دائما ما يعني أستمتع بآراءهم وأستمتع باقتراحاتهم وتعليقاتهم الجميلة اللي دائما ما تعطين الدوافع والرغبة والحوافز للاستمرار في هذه القناة وإيصال صوتنا إلى كل البقار لكي يعرفوا قيمة هذا النادي العظيم وما هو النادي الأهلي وما تاريخ هذا النادي الأهلي ومن تخرج من مدرسة النادي الأهلي طبعا يمكن أمس بعد المباراة اللي جرت بين الإسماعيلي والزمالك وقبلها المباراة بين الأهلي والإسماعيلي يمكن أنا كنت في صراحة كإنسان محايد ولست يمكن يعني بشكل مباشر أتبع إلى جهة معينة وإنما أرى الأمور من زاوية الخاصة وأحاول أن أراها من زوايا مختلفة تغيب عن الآخرين أنا طبعا صدمت صراحة صدمت صدمة كبيرة لم أتوقع لم أتوقع أن ما يحدث على أرض الملعب بهذا الشكل في مباراة الإسماعيلي والزمالك طبعا أنا لا أذهب مع المؤامرات ولا أقول كما يقول غير وربما هو يكون محق في موضوع أن الزمال الإسماعيلي قام بتفويت المباراة أو أن هناك أمور جرت خلف الكواليس هذا أنا يمكن دائما أحاول أن أبعد نفسي عنه لأنه دائما أتكلم بمنهجية وعلمية وأمور وأكون واقعي أكثر من اللازم ثم المسألة الأكبر أنا لا أدعي المظلومية لنادي الأهلي النادي الأهلي أكبر من المظلومية الأندية الأخرى هي التي تدعي المظلومية النادي الأهلي عمره ولا جمهوره ولا إدارته ادعت المظلومية هذا أيضا ردينا عليه في حلقات سابقة لكن ما حصل على أرض الملعب بصراحة شيء يدعو إلى الاستغراض شيء يجعلنا نفتح هذا الحوار المفتوح بدون أي حواجز وبدون أي رسميات وبدون أي عقبات لأنه بصراحة يعني شيء غريب يعني شيء لا يصدق هل من المحقول هذا الإسماعيلي اللي لعب مع الزمالك ونفس الإسماعيلي اللي لعب مع الأهلي في المباراة السابقة قبلها بفترة وجيزة بأيام عديدة صحيح ربما كان الزمالك مرتاح أكثر بيوم واحد والإسماعيلي كان ربما مرهق لكن الروح غير موجودة الروح القتالية غير موجودة اللي كانت في المباراة الأولى ثم حتى إذا أتينا إلى موضوع الأمور الفنية بالنسبة إلى الكابتن إيهاب جلال يعني أنت اليوم تضع بلوك في مباراة الأهلي من سبع لاعبين يعني أنا عندي لما حللت المباراة يعني حللتها بطريقة مفصلة يعني أحب الأمور الفنية وبالتالي أحاول أن أدخل في دهاليز وكواليز وإسرار عقلية المدربين وما يحاولون أن يعملوا على أرض الملحب شاهدت شيء غريب يعني يعني مباراة الإسماعيلي مع الأهلي لعبت بطريقة يعني غاية في الاتقان من حيث عمل البلوك في وسط الملحب أنت عندما تضع أحمد مصطفى والزناري والمحمدي والصحراوي ومحمد عادل ومحمد حسن ودونقة يعني بسبع لاعبين تضعهم بلوك في خط الوسط وحتى شكري نجيب حتى المهاجم كان لديه أدوار دفاعية غير طبيعية وأيضا محمد صادق وأيضا فخر الدين يوسف كانت الأمور تجري على النادي الأهلي بشكل وهذا من حق المدرب من حق المدرب أن يلعب بالطريقة اللي يشوفها مناسبة وملائمة مع الفريق لكن عندما تأتي مع الزمالك وتغير نظام اللعب وتلعب بالأربعة اثنين ثلاثة واحد بلاعب مثل شيلونجو في خط الهجوم هذا اللاعب لا يفقى شيء أنا أتكلم عن هاي المباراة لا يفقى شيء في المسائل الهجومية تتكلم عن دونقو محمد عادل اللي ما كانوا في وضعيتهم تتكلم عن رباع خلط الدفاع الزناري والمحمدي والصحراء وحسين السيد اللي لم يكن أيضا في مستواهم يعني شيء عجيب فخر الدين يوسف محاولاته كلها كانت تقريبا خجولة هتتحدث عن فريق يعني عندما لو استمرت هذه المباراة الثلاث إلى أربع ساعات فريق الإسماعيلي لن يسجل هدف واضح كان من المباراة واضح ثم أنت يا أخي وصديقي ويمكن زميل المهنة السيد الفاضل يهاب جلال صحيح هناك أخبار أنك أنت ذهبت إلى طبعا أنا جاي أشوف مباراة برشلونة برشلونة مع ريال السويسيدات وكانت ثلاثة صفر والآن ريال السويسيدات سجل هدفين وأصبحت نتيجة ثلاثة اثنين بعد حوالي ست دقائق عفوا يمكن تنتهي المباراة يعني مباراة جميلة جدا ويمكن يعني اليوم المباراة الأولى لبرشلونة بغياب ميسي بعد ذهابه إلى نادي باريسان جيرمان وكان الجمهور أيضا في الملعب يرتدي يعني قمصان ميسي وفي الدقيقة العاشرة بالضبط في المباراة هدف باسم ميسي وبالتالي فالوضاع كلها يعني مختلفة على برشلونة وعلى أقليم كتالونيا بشكل عام أرجع إلى حديثي حول مباراة الإسماعيلي مع الزمالك وما حدث في هذه المباراة وكيف أن الإسماعيلي لم يكن الفريق الشرس الذي لعب مع فريق الأهلي بكل قدرة قتالية وبروح عجيبة بحيث إحنا هذا الفريق يعني استغربنا حتى مركزه يعني في الترتيب علما أن هذا الفريق فريق الإسماعيلي هو مهدد بالهبوط يعني مهدد بالهبوط واحتمال يمكن يهبط أعود على الأخ والصديق والعزيز إيهاب جلال أنا طبعا أعتبر كل مدرب هو صديق عزيز لأنه زميل المهنة يا أخي إيهاب جلال عفوا والله حتى من الصدمة حتى الأسماء بدي تنساها لأنه أنا مصدوم بالفعل من المستوى هذا اللي شاهدته في مباراة الإسماعيلي وطريقة الإداءة وكيف أديرت المباراة بهذا الشكل يعني المدرب صح إيهاب جلال اليوم يمكن اقتران اسمه بنادي بيراميز ولكن أنت تعلم يا أخي وصديقي أن بيراميز نادي يمتلك الأموال يمتلك المبالغ اللي يتخليه ربما يذهب إلى خيارات متعددة صحيح يحتبط اسمك فيه لكن أنت من يقول أنك ستذهب إلى هذا النادي أنت اليوم مدرب الإسماعيلي فعليك أن تدير المباراة يعني أنا ما أقول أنت يعني عن قصد أنت لم تدير المباراة بشكل مناسب ولكن أنت بالفعل أنت من الناحية الفنية اسمع نقدي هذا اسمع نقدي هذا اللي هو نقد بناء لأنك مدرب جيد وأنا أشدت بيك في المباراة الأهلي أشدت فيك لأنه أنت كانت على مستوى في إدارة المباراة لكن في مباراة الزمالك أنت لم تكن موجود أصلا خياراتك الفنية وتكتيكاتك وكل شخصيتك اللي بنيتها في المباراة الأولى من وجهة نظري كلها نصفت في هذه المباراة أنت اليوم تلحب في مقدرات قدراتك اليوم أنت عندما يعني يجي أي شخص أو يأتي عفواً أي شخص لديه قدرة على قراءة الأمور الفنية يعني الأمور واضحة بالنسبة له أنت اليوم ما قدرت تدير هذه المباراة بشكل مناسب يعني شيء غريب شيء عجيب عموماً أنا أقول أن النادي الأهلي اليوم يعني لا أريد أن يعني فقط أرمي هذه النتائج في ملعب الفرق الأخرى النادي الأهلي أيضاً لعبوه وأيضاً السيد موسيمان يتحمل بعض الأمور والخيارات الأخرى إحنا تكلمنا بيمكن حلقة سابقة عن موضوع السولية مع حمد فتحي واليوم هو طبعاً في مباراة أنبي عمله ونجح به وإحنا من نتكلم نتكلم من وجهة نظر فنية بحتة لا نتكلم من وجهة نظر شخصية أو نحابي لاعب على آخر لكن يا سيد موسيماني عليك أن تجد التركيبة المناسبة والتوليفة اللي تدخل فيها في المباراة بداية المباراة جزئية مهمة اليوم نتكلم عن مبادئ الهجوم كيف تبدأ الهجمة كيف يكون هناك عملية في تنظيم الهجمة وتطويرها في وسط الملعب ثم مسألة الانهاء فريق الأهلي لا يتمتع بقدرات الانهاء في هذه الفترة تحديداً يعني فرص كثيرة ضيئة يجب على موسيماني معالجتها بشكل أو آخر أنا أقول أن الدوري لا زال في الملعب وربما تحدث أمور كبيرة في الأيام القليلة الماضية ربما تتغير أشياء كثيرة في مسألة التنافس اليوم وفي الصراع على لقب الدوري وأقول للأهلاوية ليقاتل الأهلي إلى آخر رمق وإن شاء الله إن شاء الله مثلما يعني قاتل في مباريات أصعب من هذه الأهلي قادر على أن يحسم لقب الدوري لأنه حتى لو كانت الكرة اليوم مو في ملعبة ولكن لا يوجد فريق لا يتعثر لا يوجد فريق في العالم لا يتعثر لكن على الأهلي أن يفوس في كل المباريات القادمة أختم كلامي هذا بقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم